قالت وكيلة وزارة العمل وشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان زكية سيد صالح برواري خلال مؤتمر صحفي عقد في دهوك أن الوزارة قدمت حاليا قانون عمل هو جديد للبرلمان بات قيد الدراسة بحيث بات يحمي حقوق العمال والإنسان عموما زكية سيد صالح أضافت أنهم في حكومة إقليم كردستان قاموا بمناقشة قانون العمل الجديد خلال الجلسات الاستشارية في دهوك مع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة القانونية في برلمان كردستان بحضور مميز لمنظمة العمل الدولية وذلك لترصين هذا القانون في مجالات العمل الواقعي قمنا بسياغة مسودة قانون جديد للعمل وضمان الاجتماعي علما أن مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان قد صادق على مشروع قانون العمل الجديد وأحاله إلى البرلمان إن قانون العمل الساري حاليا في إقليم كردستان يعود لعراق الثمانينات من القرن الماضي الذي كان قائما على نظام الاشتراكية ولا ينسجم مع متطلبات اليوم حيث إيجاد قانون جديد للعمل في إقليم كردستان وحتى للعراق أصبح ضرورة حتمية للمرحلة الحالية لينسجم مع واقع اليوم والسوق الحرة والقطاع الخاص من هذا المنطلق تم مراعاة هذه الأمور إضافة إلى الضمان الاجتماعي للآملين في القطاع الخاص لليوم الرابع للتوالي ناقشنا مشروع قانون العمل وضمان الاجتماعي في إقليم كردستان متمثلين بلجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة القانونية ومستشارية البرلمان في إقليم كردستان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم على مستوى وكيلة الوزيرة بحضور ومشاركة منظمة العمل الدولية لأننا نعمل بقانون العمل العراقي إلى اليوم وضروري جدا أن يكون لإقليم كردستان قانونه الخاص لهذا الشان حكومة هريم كردستان